الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياة نعبد وإياة نستعين إذن الصراق المستقين صراق الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضادمين وما أبذي نفسي إن النفس لا أمارة بالسوء إلا ما رعيه ربي إن ربي غبور رحيم فقال الملك أعذوني به يستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائل الأرض إني حبيظ عجيل وكذلك متنا لي وزف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نبيع أجر المحسنين ولا جر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يستقون وجاء يطبط ففتغلوا عليه بعربهم وهم له منفرون ولما شهدهم بجهازهم قولاتوني في أقل لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف السيل وأما خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنرابد عنه أباه وإنا لفاعلون فقال لفديانه جعلوا بضاعتهم في رعالهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا بنا منع من الزين فارفل معنا قالا نكتل وإنا له وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما منتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو رحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ردت إليهم ونميروا عننا ونحفظ وقالا ونزداد كيل بعير كيل بعير ذلك كيل يثير قال لن أرسله معكم حتى تهدون موثفا من الله لتأذنني به إلا أن يحافظكم فلما آثوا موثفهم قال الله على ما نقول مكير فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلتوا عليه فليتمكن المتوكلون ولما دخلوا من حيث ومروا مبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي عقوبة وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسفها فهوى إليه وقال إني يناغوك فلا تبترس فلا تبترس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجاهزهم جعل السيقال تبير عليقه ثم أزن مؤسن أيضا العير إنكم لسارقون قالوا وقبلوا عليهم ماذا تفتدون قالوا نفتد سواعا وليه ولما جاء به عمر بعين وأنا به ذعين قالوا تب الله لقد علمتم ما جئنا لنسجد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجز الظالمين فبدأ بيوعيتهم قبل معايقه ثم استخرج آمم معايقه كذلك كذنان يوسف ما كان ليأخذ قاب في دين الملك إلا أن يشاء نربع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرقا قل له من قبلها سرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شهر مكانا والله أعلم بما تضجون قالوا قالوا يا أيها العزيز إن له ولم شيخ كبير فقد أحدا مكانا إنا لراك من المحسنين قال معاذ الله أن أقضى إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لغالمون فلما استيئتوا منه قلصوا مجيلا قال كبير ولم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موزقا من الله ومن قبل ما فرمزتم في يوسف فلن نهر عنه حتى أذن لي أبي ويحكم الله لي وهو غير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك ترق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي قبلنا فيها وإنا لفارقون قال بل فولتنا كم أنفسكم أمر وصبر جميل حتى الله أن يأذيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا سفع على يوسف وفيه وتعيناه من الحزن فوة ضير قالوا كالله تفتأوا تذكر يوسف حتى تكون حررا أو تكون من الهابثين قال إنما أشكو بسي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الزين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أذنعمت عليهم وإذن المخطوب عليهم ولا الظالمين يا من يذهبوا فتحسسوا من سباقه ولا تيسوا من روح الله إنه لا يس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما بخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مستنا وأهلم الضر وأهلنا الضر وتئنا ببضاعة مزجاة فأوفل منتين وتخذق علينا إن الله يجزي المتخذقين قال هل علمتم ما فعلتم في يوسف واقع إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك أنت يوسف قال أما يوسف وهذا قيط من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد أترك الله علينا وإنكم ما لقاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو رحم الراحمين اذهبوا بطميصي هذا فألقوا على وجهي بيأتي بصيرا فأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أدوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أعتف الندون قالوا تالله إن أجل في ضلالك القديم فلما جاء البشير والقام على وجهه فردد بخيرا قال أما قل لكم إني أعلموا من الله ما لا تعلمون قالوا يا بانا استغفر لنا ذروبنا إنا كنا قاطين قال توقع استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما بخلوا على يوزفا وإليه يا بوي وقال تقول مصر إن شاء الله آمنين ورفع بوي على العرش وفروا له سجدا وقال يا بتي هذا تابين رؤيا من قبل فتجعلها ربي حقا فقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البذب من بعد أن نفق الشيخان من بعد أن نفق الشيخان بيني وغين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأبيل الأحاديث فاقر الثموات والأرض أنت ولي بالدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوعين إليه وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم ينكرون وما أستروا الناس ولو حرص بمؤمنين وما تسألهم عليه من نجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرقون وما يؤمن واسترهم بالله إلا وهم مجركون أفاهم أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم أستاعتها وتفوهم لا يشعرون قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما رسلنا من قبلك إلا رجالا نوعي إليهم من أهل القرى أفلم يذروا بالأرض فينظروا فيه فكان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة غير للذين اتقوا فلا تعقلوا حتى إذا استيتهم ظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرث بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في خطتهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يخترى ولكن فالضيق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وردا ورحمة لقوم يؤمنون